اميونو الساي أي اختبارات المناعية في الاختبارات المناعية يستعمل الانتبادي وهو الجسيم المناعي الذي يفرز من قبل الخلايا بلازما سيلز والتياب الأصل بي سيلز أحد الخلايا اللنفاوية وهذه المركب هو بروتيني وظيفته الدفاعية الذي يرتبط بالجسم الغريب بسبب محفزات موجودة على سطح الجسم الغريب وهذا الجسم الغريب غالبا ما يسمى بالانتجين والذي يحتوي على بعض التراكيب السطحية التي تتعرف عليها الانتبادي ويتبط به وأما يقوم بتحفيز بعض الخلايا الالتهامية التي تتهم هذا الجسم الغريب معه أو تقوم بتعطيل وظيفته مثل الفيروسات قوة الاتباط تعتمد على تركيز كلا المتفاعلين أي الانتجين والانتبادي وكذلك الاسبسيفيسيتي أي دقة أو خصوصية الانتبادي المفهوز الذي يستهدف نوع ما من الانتجين فقد يكون هناك انتجينات مشابهة لانتجين الذي هدف فيتبط انتبادي به ولكن ليس هو المقصود ولكن يكون انتباط عن معلمات قليل أو ضعيف وكذلك مصطلح الافينيتي والافيديتي الفينيتي هي قدرة الانتبادي على الارتباط مبدئيا والافيديتي هي قد يمومته على الارتباط مع الانتجين أي لا ينفصل في وقت للعهر أو في مرور الوقت وكذلك الانتبادي يتفاعل فقط مع الانتجين الذي يحفز الجسم المناعي ولكن في بعض الأحيان قد يرتفط كما قلنا الانتبادي مع الانتجين تركيبه مشابه إلى حد ما الانتجين الهدف وهذا ما يسمى بالكروسري اكتيفتي أي ارتباط جانبي أو ليس دقيق وبنظر الاعتبار المحددات السطحية الموجودة على السطح الانتجين تكون من خمسة إلى ستة انواع من الامينو أسد أو الحماض الأمينية التي تترتب وتحدد كل انتجين وتركيبه السطحي أو قد يحتوي على بعض الأحيان على بعض المواد الكابوهيدراثية مثل السكر فهذا ليس غريب بأن هناك بعض الانتجينات قد تتشابه تركيبيا مع بعضها هناك نسبة من الاحتمالات التي قد تظهر فيها الانتجينات متشابهة مع بعضها وكلما كان التشابه كبير إلى حد كبير كلما زارت الكروس ريكتينج أي كلما كان الانتجين الانتجينات متشابهة وليس انتجين المقصود وكذلك ستكون أسرة قوية إلى حد ما وغالب أن الانتباديات التي تستخلص في الاختبارات المناعية تغالب أن تستخدم بوليكنول أو موليكنول تكنيك وسنشرح عن كل حلة في عملية انتاج بوليكنول الأنتبادي يتم حقن نوع معين من الانتجين المراد الكشف عنه في جسم أي حيوان وهذا جسم الحيوان سيستجيب لهذا الانتجين بنتاج انتبادي معين الانتبادي لجسم الحيوان سيتعرف على هذا الانتجين ويتبط به بواسط الاستجاب مناعي ومن ثم يتم جمع عينة الدم من الجسم الحيوان وبالطريق كيميائية يتم فصل الانتبادي واستخلاصه وتحضيره ومن ثم تنقيته ووضعه في المحاليل التي تحتوي على الانتبادي المصنعة هذه الصورة توضح ارتباط الانتبادي الذي هذا والذي هو نوع الاي جي جي مع الانتجين هذا الجزء الموجود في الانتبادي في نهايته هذا السماء بالبراتوب او ويكتبط به والذي هو الجزء الانتجين الذي يحتوي على تسمين الأمان والسيد أو الأحماض رومانية أو بعض المركبات السكر قبل ما تكون طريقة الارتباط الانتجين بالانتبادي أما بأواصر هايدورجينية أو بواسط أواصر الانتبادي ما تسمى بالفان دير والس وأواصر فان دير والس هي أواصر ضعيفة تنتج نتيجة اختلاف شحنات بعض المركبات بين النهاية الانتبادي أو البراتوب والنهاية الانتجين أو الإبتوب وبذلك فهذه تكون غالي ما تكون تفاعل انعكاسي أي قابل الفصل أحيانا فذلك تعتمد هذه على وفرة الأنتجين والانتبادي كلما زادت وفرة الانتجين والعائس كلما زادت قدرة الارتباط الآفينيتي هي قدرة على الأرتباط والقدرة على الارتباط بالنسبة للانتبادي تستخدم بواسط أصغر او ما يسمى بالهابتن. وهذا الهابتن هو ازغى نوع الانتيجين ويحتوي فقط على نطة اه ارتباط واحدة. اي جسيم سطحي واحد اللي تعرف عليه الانتيبودي. او ما اه اه بيتوب واحد. ولذلك اه فهذه ايضا تخضع لطبيعة الانتيجين وانتيبودي وكذلك نسبته. وكذلك تخضع لقانون الكتلة. وقانون الكتلة. ينص على ان التفاعل الكيميائي يعتمد على بالاضافة على طبيعة المواد المتفاعلة. فالذلك يعتمد على طبيعة او عدد المواد الناتجة. حتى يصل الى حالة الاستقرار او التوازن. فكلما كانت الانتيجين وانتيبودي كموجودة الكيميائية كبيرة. وهذه يؤدي الى تفعال مع بعضهمها. وانتاج مركب الانتيجين وانتيبودي. او معاقد الانتيجين وانتيبودي. بعد ارتباط الانتيجين بالانتيبودي او مكونة معاقد الانتيجي وانتيبودي كومبلكس. هناك احتمالية. اه. ان يكون. اه. هناك فصل. في هذا المركب الناتج جديد. وهذا ما يسمى به او اه اه للتايتنس مع الابيتروب الخاص بالانتجين. اه يجب ان اه يتجاوز او يعتمد على او يجب ان يكون اه اكبر او اقوى من قوة الاتباط الجزء من الابيتروب الاحادي. اي بتعبير اخر. اي بتعبير اخر. اذا اتبط في جسل الابيتروب الانتجين اكثر من انتبادي واحد. اه فهذا يعني ان قوة الارتباط ستكون قوية او الابيتي سوف تكون قوية. وذلك بسبب كون في الابيتروب الواحد يحتوي على عدة اواصل اه تفوق مجموعها قوة اتباط اصر واحدة قوية. اذا في احد انتبادي مع انتجين واحد. ان اكثر التقنيات البناعيين مشهورة هي التقنيات الالايزة او ما يسمعها بالانزايم لينكت ميونسوربينت السي. ويقضد بها طريقة المبنية على اه تفاعل انزيمي بعد طبعا ارتباط الانتجين مع انتبادي. والكشف عنها بواسطة جهاز اسبكتروفوترمتري. في البداية اه للالايزة عدت طريق اه الكشف. طريقة الانداركت وطريقة الانداركت وطريقة الساندويتش. طبعا طريقة الانداركت الالايزة هي مقصود انها البحث عن الهدف نفسه. اي مثلين عن الفيروس نفسه او الانتجين الخاص به. اما طريقة الانداركت فهي بحث عن شيء يستدر على وجود هذا الشيء. فعلى سبيب مثال البحث عن الانتبادي المتحفز ضد الفيروس اه معين. فهذا اعتبر انداركت اي انه يستدر على وجود شيء. وهذا الشيء يبين انه هنالك هذا الشيء موجود. بالنسبة لهذه الطريقة هي طريقة الساندويتش الالايزة. اولا انه تم جلب التركيب او ما يسمى بالMicrowell Plate اي صفيحة تحتوي على العديد من التيوبات تحقيقة جدا. وهذه التيوبات تحتوي على او مثبتة فيها انتيباديات معينة تستهدف انتجين المطلوب. عند وضع عينة الدم او السيرام في هذه التيوبات اذا كان هناك الانتيباديات موجود على سبيب مثال الانتيباديات المثبتة على سطح البلايت. ثم يتم بعد ذلك غسلها. عفوا يتم او مرة حضنها ومن ثم غسلها. حضن هو اعطاء مدة كافية حتى يتبط الانتيباديات مع انتيباديات. ثم تتغسل عدة مرات. وبعد ذلك تضاف انتيبادي اخر في محلول الازر نفسه. هذا الانتيبادي رغيته هو تثبيت الانتيجين الهدف. اي قد يكون ارتباط الانتيبادي مع الانتيجين في المحل الاولى ضعيف وقابل انفكاك ولكن عنده ارتباط الانتيبادي الاخر مع الانتيجين يعطينا الشكل يشبه الساندويتش او او ما يسمى في المعنى العامي اللفه. يتظه بهذا الشكل. فيكون ارتباط شديد. ومن ثم ذلك هم يتم اعطاء مدة كافية للحضن وغسله. ومن ثم اضافة محلول اخر. هذا محلول فيه. ضد الانتيبادي الاول. الذي تم اضافته في المحلول الاول. هذا الانتيبادي معلم او يحتوي على انزيم معين. هذا الانزيم فائدته هو تفاعل مع مادة معينة يتم اضافتها لاحقا. فعنده تفاعل هذه المادة معينة يعطيه لون. للمحلول نفسها داخل الويل. ومن ثم ذلك نعطيه مدة للحضن ومن ثم نخسله مرة اخرى. وبعد هذه العملية. الازالة طبعا بعض الانتيباديات غير متبطة وبعض السوائل الاخرى او المركبات الاخرى. ومن ثم ذلك تضاف مادة او ما نسمى بالسبسترات. والسبسترات هي هو المركب او نعم المركب الذي يعمل عليه الانزيم المرتبط بالانتيبادي. ليعطيه لون معين. اي يتفاعل السبسترات مع الانزيم فيعطيه لون معين. وهذا لون معين يدل على وجود الانتيبادي الهدف. فلو على سبيل المثال لم يكن هناك انتيجين موجود. فلا ان يكتبط الانتيبادي بالانتيبادي. ولا ان يكتبط الانتيبادي. او حتى اذا اكتبط هذا الاثنان. فان في عملية الشطف والغسل. سيذهب بعين. لانه غير متبط. بالانتيجين والانتيجين متبط بالانتيبادي. وهذا الانتيبادي متبط في قعر الويل. فلا يسمح بعملية الشطف ان تزيحه. فهذا المركب اللوني في الاخير سيظهر لنا. كلما زالت شدة الانتيجين كلما زالت شدة المركب اللوني. او كلما زالت ارتباطات اكثر. ثم يتم ذلك وضعه في سبكتر فوتومتري او مطياف خاص. اه يحول الامتصاصية الى تركيز حسب اه مقارنته بساندرات او معايير عالمية. التقنية الاخرى من التقنيات المناعية هي التقنية ميونفلورسنس السي. في البداية كلمة فلورسنس. تعني او فلورو كروم. هناك بعض الاناصر او المركبات. عند تعرضها الى ضوء او طول موجي معين. فانها ستمتص هذا الطول الموجي. وانها سيعطيها طاقة للكتروناتها. فاللكترونات سنتقل من مستوى طاقة ادنى الى مستوى طاقة اعلى. وعند انتقال هذه الكترونات من هذا المستوى إلى هذا المستوى سيقوم. اه ومثل مرجوعه. سيقوم بتفريغ الطاقة التي امتصها. على شكل ضوء بطول موجي معين. او انه سيشع ضوء بطول موجي معين. فهذه هي تقنية الفلورسنس. اما بالنسبة لتقنية الفلورسنس السي. فهذه التقنية المناعية. هي فرقة عني. هي ان الانتبودي. المضاف. للكشف. بدلا من ان يحتوي على انزايم. سيحتوي على مادة فلوروكروم او مادة مشعة. انه تعرضها الى. ضوء قوي او طول موجي معين. سيتشع. وفي الحالة الاولى أيضاً سيتم جنب سلايد في هذه الحالة. طبعاً غالباً مستخدمه هذه التقنية في الانسجة. يكشفه الاستدال على بعض الخلايا المناعية التي تحتوي على انتجين معين. او العفو خلايا السلاطانية. او...stellung بعض البكترية والجراتين. سيتم جنب سلايد. حذف سلايد قد يحتوي على انتجين. هذا الانتجين خاص ببكترية مثلاً أو جرتبه معينة أو الخلايا السرطانية معينة مثلاً ومن ثم يتم إضافة عينة المريض فوق هذا السلايد بصورة تماسية في حالة وجود هذا الانتجين وفي حالة وجود انتبودي خاص ببكترية معينة سيرتبط بهذا الانتجين أي ان ارتباط الانتبودي بالانتجين يدل على أن الإنسان مصاب بهذا النوع من البكترية ومن ثم ذلك يتم الحضن والشطف وبعد ذلك يتم إضافة في الحالة الثالثة محلول يحتوي على انتبودي متبط بمادة فلوري كروم أو مشعة أو فلوريسنس عندها تتبط فقط مع الانتبودي الخاص بالمريض فستيعطينا هذا التركيب فالأسابي المثال لم يكتبط الانتبودي بالانتجين سيذهب في موحة الشطف الأولى وعندما يتم إضافة محلول الانتبودي المعلوم إلى فلوري كروم فلن يجد الانتبودي الخاص به أو حتى إذا كان هناك بعض الانتبودي الخاص به فلم يكن مرتبط به حال الأولى فعند ارتباط هذين الاثنين لن يكون هناك ارتباط وثيق في سطح السلايد فسيزال بعملة الشطف هذا التركيب مكون لدينا هنا يوضع تحت المجهر هذا المجهر يسمى بالميون فلوريسنس أو فلوريسنس مايكروسكوب هذا الميكروسكوب يختلف عن الميكروسكوبات الأخرى بيحتوى على طول ضوء قوي جداً بحيث يستحث المادة الفلوريسنس الموجودة فيجعلها تشع تحت الريع العيانية فعند ريعت تحت المنشرة التركيب بهذا الشكل على سبيل المثال هذه بكترية أو نوع معين من الجراثيم أو نوع من التركيبات التي تحتوي على الانتجين معين وهذا الضوء الأخضر هو الانتبودي المكتبط بهذا الانتجين فيعطينا هذا التركيب تحت العين فيما يشير إلى وجود هذا الانتبودي وبالتالي هذا يؤدي بصورة مباشرة إلى وجود هذا النوع من الانتجين في جسم الإنسان بسبب ارتباط الانتبودي به تقنية راديو ميون أساي أو مايسامة برية تغتب تقنية راديو ميون أساي عن تقنية الفلورسنس هي بس تختام الراديو اكتيفتي الراديو اكتيفتي يخصر هناك بعض المركبات والعناصر تشع إشعاء معين وهذا الإشعاء يختلف عن إشعاء الفلورسنس في أنه لا يحتاج إلى محفز ضوي أو طول موجي معين بل أن الدرجة من تلقاء نفسها تشع هذا الإشعاء طيلت فترتها ويقدر تقريبا فترة الإشعاء أو عمر النصف حتى نهاية الكون أي أنه هنا هذا فترة طويلة جدا لإشعاء بعض المواد وهي مدة كبيرة جدا فتفقت إشعاء هذه المواد والسبب وراء ذلك هي تقنية أو بعض ظواهر الكترون ماغنتيزم والألكترون كابتشر وغيرها بالنسبة لتقنية أو نظرية الكترون كابتشر يقصد أنه هناك ذرات تحتوي على الكترون وهذا الكترون تقوم النواة بجذب هذا الكترون من مداره إلى مدر أقل وأن عملية انتقال هذا الإلكترون من مداره إلى مدر أقل سيقوم بإشعاء طاقة وهذه الطاقة تكون على شكل طول موج معين أي ضوء أو إشعاء معين هذه الإشعاء قد يكون X-ray أو قد يكون Gama أو Ultraviolet وغيرها أو قد يكون سببها ذلك هي أن بعض البورتونات أو بعض البورتونات داخل النواة بسبب تكون ذات شحنة موجبة فأن هناك قوة تفرق هذه البورتونات عن بعضها وهذه القوة تجعل النواة تشعر وهذه الإشعائية سيستمر مجد طويلة كذلك فتستخدم وتستغل هذه الظاهرة في بعض التقاليات المناعية في هذه الحالة أولا يتم جلب حوض هذا الحوض يضاف إليه بعض الأنتجينات التي يتم معلمة إلى بعض المواد الغاديوية أو الإشعاعية التي تشعر ومن ثم يتم إضافة أنتبادي خاص ضد هذا النوع من الأنتجين على سبيل مثال هذا الأنتجين خاص ببكترية معينة وهذا الأنتبادي خاص ضد هذه البكترية يتم أعبال في هذا الحوض ومن ثم ننتظر مدة الحظن وبعد ذلك يتضاف عينة المريض عينة المريض إذا كانت تحتوي على نفس الأنتجين المعنون إلى مادة الإشعاعية فإذا سينافس هذه الأنتجين المضاب في الحال الأولى الإشاعي على أماكن الارتباط في الأنتبادي فهذا بسبب إذا كان هناك أنتجين وفوته أكبر من أو كمياته أكبر من أنتجين معين سينافس الأنتجين الأقل وسيفصل له عن الأنتبادي ويتبط هو محله في إضاف هذا هنا فكما قلنا إذا كان الأنتجين موجود في أعينة المريض تحتوي على أنتجين خاص في البكترية الذي هو نفس الأنتجين في حال الأولى سينافس الأنتجين في حال الأولى ويتبط ويزيح عن الأنتبادي الخاص ضد هذا الأنتجين ويتبط محله وبعد مدة من الحضن يتم إضافة أنتبادي خاص ضد الأنتبادي هذا في الحال الأولى وهذا أنتبادي سيقوم بترسيب هذا المركب الأنتجين مع الأنتبادي إلى سطح الحوض ومن ثم يتم غسل المحتويات الحوض فستزاح بعض الأنتجينات المريض الغير متبطة من الحوض وتترسب فقط الأنتباديات والأنتجينات الأنتبادي المتبط بالأنتبادي وهذا الأنتبادي المتبط بالأنتجينات الخاصة سيترسب هنا ومن ثم بعد ذلك يتم قياس شدة الإشعاع بجهاز اللي يسمى بالراديو كاونتر وهذا الراديو كاونتر ينتص أو يعرف هنا الإشعاع المعين التي تشععها بعض الأنتجينات الإشعاعية وسيتقصف نوع معي من الغازات وهذا النوع من الغازات سيتكون أو سيتولد تيار كهربائي بين الطرفي إنود والكاثود بسبب اختلاف الشحنات وهذا تيار كهربائي يتم أرضه على جهاز معين كلما كان الأنتجين في المريض وفرته أكبر أو كميته أكبر سيقوم بطرح بعض هذه الأنتجينات الإشعاعية وبالتالي سيعطينا بولتية أقل فعند مقارنة هذه البولتية أو البولتية بمعيار عالمي أو بستاندرات عالمية سيتم معرفة تركيز أو وفرة الانتجينات الموجودة في عين المريض فإذا لم يكن المصاب أصلا أو المريض أصلا مصاب بهذا المرض أو لا يحتوي على هذا الانتجين إطلاقا فستكون كمية تيار كهربائي أو فرق الجهد كبير جدا بما يشير إلى أن المريض غير مصاب بهذا المرض أما إذا كانت كميته كبيرة فسيطرح التقريب المعظم هذه الأنتجينات الراديوية فعند قياسي بهذا الجهاز رادياشن كاونتر لن يكون هناك أي إشعاع يقصف هذا الغاز المستقر ولن يتولد فرق الجهد أو يتولد فرق الجهد ضئي جدا فهذا يشير إلى أنه لا توجد أصابة أو تركيز أو قيل جدا غنيت الكيميلومونسنس إميون أسايز تشبه هذه التقنية إلى حد كبير تقنية إلايزة لكن الفرق في أن الإنزايم عندما يتفعل مع السبستريت هناك السبستريت في الإلايزة يعطينا مركب لوني بينما هنا يقوم بالإشعاع أو بيعطائنا ضوء معين عند وجود الانتبولي في الحال ولا كما قلنا يأتي من الشركة نضيف عينة المريضة التي قد تحتوي على انتجين الهدف في إذا كان الانتجين الهدف موجود سيكتبض بالانتبولي الموجود في الصفيحة أو في البليت ومن ثم تضاف الانتبولي المعنون إلى إنزيم مثل إنزيم هيرو هورس رديش بيروكسايديز في يعطينا هذا المركب تركيب الذي يشبه الساندويتش ومن ثم تضاف طبعا في كل محلية المغسل وتشطيف وحضن طبعا ثم تضاف مادة اللومينل أو السبستريت وهذه مادة اللومينل تتفاعل مع هذا الإنزيم فتقوم بإشعاع أو ما يسمى باللومينيت تعطينا مركب ضوئي أو تعطينا إشعاع ضوئي ويتضاف أحيانا مادة الإنزيم وهذه مادة كذلك تتفاعل مع هذا المركب اللوني فتحفز الضوء الناتج منها ومن ثم يتم قياس شدة الضوء في جهاز يسمى بالفورتون ملتبلاير تيوب هذا الفورتون ملتبلاير تيوب يحتوي على ما يسمى بالداينود داينود عندما يصطدم الفورتون والفورتون هي الطاقة منبعثة من الضوء تستطدم في أحد الداينودات ستقوم بتحفيز الكترونات أو عفها ستقوم بإمبعاث بعض الكترونات من سطح الداينود وسيضرب الداينود الآخر وكذلك هذا الداينود الآخر سيضاعف الكترون المنبعث بإمبعاث الكترونات أخرى أكثر كمية من سطح الداينود فيضرب الآخر وكذلك الداينود الآخر سيقوم بإمبعاث ضعف هذا العدد من الكترونات وتستثمر السلسلة إلى ما حيث تكون فيها إشارة جدا ضخمة أو كمية الكترونات كمية جدا ويقوم هذا الجهاز بتحويل الكترونات إلى تيار كهربائي ويتم قياسها وهذا تيار كهربائي من جهاز أرتبت ميتر أو بولت ميتر أو ما شابه ذلك فهذا التراك الربائي عندما قانته بمعايير عالمية أو ستاندرد سنعرف كمية الأنتجين أو الأنتيبودي الموجود في جسم الإنسان حيث أن كلما زالت الأنتجينات الموجودة كلما زالت عملية الإرتباط وكلما زالت مواد سبستريت التي تتبع في الضوء ستكون شديد الضوء أكبر والتضاعف أكبر وأكبر فيعطنا إشارة أقوى هذا هو مبدأ عمل الكاميلومانسينس عميوري الموجودة يرجوك كبير